بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حساب ربهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من رب محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوة الذين ظلموها لذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم ترصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إلا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكفرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله نفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصبون لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحيه إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عبادهم مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمر يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيثه مشفقون ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم يروا الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حيه أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسيا تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سطلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهم الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كلهم في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن ميت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ونبلغكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رأىك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلموا الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استوزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزنون قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذرتم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفة من عذاب ربك ليقولون يا ويلنا ليقولون يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تغلم نفس شيئا وإن كان مثال حبة من خردن أتينا بها وكفى بنا حاسبين ونقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغير وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشته من قبل وكنا به عالمين إذ قال الأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكبون قالوا وجدنا آباءنا لا عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا وجدتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيد أن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فاجعلهم جذادا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم والمون ثم نكسوا على غروسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أخف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلمتكم إن كنتم فاعليا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وقلنا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائف إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه برحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأمرقناهم أجمعين وداوود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع دارود الجبال يسبحنه الطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمين إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يقوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجغنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذلكف لكل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه ربنا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت خرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرا بينهم كلهم إلينا واجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكنا أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينصلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا يا ويلنا يا ويلنا قد كنا في رفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهد لما أنتم لها واردون إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون وكل فيها خالدون لهم فيها زفير لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون وإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردون وكل فيها خالدون لهم فيها زفير لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم هذا يوم هذا يوم كم الذي كنتم توعدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يوم كم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء يوم نطوي السماء أكضي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا نبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجغر من القول ويعلم ما تجتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون قدم لكم هذه المادة موقع فضيلة الشيخ محمد المحيسني